من أجل هذا أحبائي المسيح هو نور العالم النور الحقيقي نور الأمم بنوره هو المصدر بنوره نرى نورا الرب يفتح أعين العمي في مزمور 146 الرب يقوم المنحنين يشفل منكسرين القلوب ويجبر كسرهم بنفس الإصحاح مزمور 146 المسيح على فكرة صنعة كثير لما قال العمي يبصرون بيتكلم عن كم هائل من معجزات فتح العيون يعني احنا حكينا عن المعجزتين الشهيرتين أعمى بارتماوس في أريحة أو المولود أعمى اللي كان عند الهيكل قريب من الهيكل ولكن في معجزة أخرى قوية جدا اللي هي حدثت في بيت صيدة بيت صيدة اللي هي عند بحيرة طبرية بيت صيدة كانت بلد شرير وكان فيها عبدات وثانية قديمة ولكن في أيام المسيح كانت واحدة من المدن اللي بيسكنها اليهود وبتشوف القصة في مرقص إصحاح 8 فكان في شخص أعمى وهم يعني الناس اللي قدموا هذا الأعمى ليسوع المسيح وكأنه تحدي فالمسيح معجزاته مش استعراض فأخذ هذا الأعمى خارج المدينة وطبعا عمل يعني الشفاء كان على مرحلتين المرحلة الأولى تفل ولمس يعني مش بس تفل يعني على عينين هذا الأعمى وكمان لمس عينين والشفاء كمان كان على مرحلتين المرحلة الأولى هذا الشفاء لما أول مرة قال شاف الناس كأشجار يمشون وهو طبعا بحياته ما شاف لأول مرة بيشوف يعني فظاهر أنه كان يشوف الناس كزي طوال زي الشجر فرجع المسيح لمسه وعاد صحيحا كما يقول الكتاب المقدس يعني المسيح ما عنده طريقة واحدة على فكرة في المعجزات يعني المولود أعمى مكتوب عنه تفل وصنع من التفل طينا وهذا الأعمى مكتوب تفل في عيني وأبصر وعاد صحيحا ومش بس في معجزة في مرقص سبعة عن واحد يعني كان أصم أعقد برضو أخذوا من بين الناس أو من بين الجمع ووضع أصابعه في أذني حط الأصابع في الدنين في الأذنين وبردو تفل ولمس لسانه مرات كان بيتكلم مرات كان بيلمس هون كان فعلا عم بيخلق لسان وأذنان جديدتان فهذا هو عمل الرب يسوع المسيح شفاء العمي في منطقة الأمم مكتوب فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم شفا كل العمي في الهيكل في الهيكل وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم فهو يفتح البصر والقلب والذهن والبصيرة أيضا اشتركوا في القناة